من واشنطر مدير مركز تحليل السياسي في معهد هاتسين سيد ريتشارد وايدز هل بك سيد وايدز معي على سكاينيوز عربية سيد وايدز طبعا منافسة محتدمة جدا يبدو أن الجمهوريون يتقدمون ولو كان بفارق ضئيل لكن الرئيس الأمريكي قال هذا التفوق الجمهوري قد يعيق عملي في المرحلة القادمة كيف ترى سباق الانتخابات النصفية إلى الآن حقق الجمهوريون نتيجة أفضل ما حققوها في الانتخابات السابقة بالتالي سيتمكنون من الفوز بمقاعد إضافية في مجلس النواب ولكن مقارنة بما كان يتوقعه الناس منذ يومين حين كان يبدو أن الجمهوريين سيفوزون بين 20 و30 مقعد جديدا إلا أنهم لم يكونوا على قدر التوقعات ونعرف أن عادة النمات يفوز الحزب المعارض للحزب الحاكم خلال الانتخابات النصفية بالتالي جو بايدن مسؤول بأن النتيجة لم تكن سيئة كما هو كان متوقع ولكن يعرف كما استطلاعات الرأي كانت في بعض الأحيان مخطئة في توقع لتأجاه في عصر وسائل التواصل الاجتماعي أما فيما يتعلق بتأثير فوز الجمهوري في مجلس النواد وكما قال سيد بايدن فأن ذلك سيعق برنامجه السياسي الداخلي فهو قد اعتمد بعض السياسات المعقدة ولكن المتباينة خلال أول عامين من حكمه والآن سيكون عليه أصعب أن يدفع بأجندته مع وجود أصوات إضافية ضده في مجلس النواد بما قد يعيق تنفيذ هذه السياسات هذا ما شادناه أيضا خلال عهد باراك أوباما بعد أول عامين في بفري آسف فلا يتمكن من تحقيق الكثير أما فيما يتعلق السياسات الخارجية فأنا لا أعتقد أن الانتخابات النظفية ستكون لديها أي تدعاية عليها لأن السياسات الخارجية لم تكن مردات أولوية خلال هذه الانتخابات ولم يركز كثيرا على العلاقات مع إيران والقضية الفلسطينية والروسيا والصين فأعتقد أنهم الآن سيركيزون أكثر على الموقف الجمهوري هنا في البيانات المتحدة سيد وايدز كثير من المحللين تحدثوا عن فشل لرئيس جو بايدن في التعاطي مع الاقتصاد الأمريكي والقضايا الخارجية أيضا لكن لم نرى اشتياحا جمهوريا كبيرا كما كان متوقعا البعض أرجعه لشخصية رئيس سابق رئيس ترامب وما كان يدور حولها لكن التحديات كبيرة لرئيس جو بايدن أليس كذلك نعرف أن شعبية جو بايدن قد انخفضت وهي من نفس المستويات التي حصل عليها الرئيس السابق دونالد ترامب فضلا عن ذلك نعرف أن الاقتصاد محير بعدما فنجد أن هناك بعض من النمو فيما يتعلق باستحداث الوظائف ولكن في الوقت عينه يوجد مستوى مرتفع من التضخم الذي يؤدي إلى اضطراباتنا في الأسواق وهذا أمر غريف الولايات المتحدة فلم تشهد البلاد هذه النسبة المرتفعة من التضخم منذ فترة طويلة وهناك أيضا شواغل بشأن عمر السيد جو بايدن رئيس الحليف الولايات المتحدة ولك نعرف أيضا أن الناخبين قلقون بشأن موقف بعض الجمهوريين إذ بعض منهم يعدون متطرفين فيما يتعلق بالسياسات الداخلية أما بالنسبة لشخص الرئيس السابق دونالد شامف فنحن نعرف أنه تدخل الاختيار بعض المرشحين المقربين منهم ولكن هم اختلفون عن الكثير من الناخبين بالتالي خسروا في هذه الانتخابات بالتالي بإمكاننا اعتبار أن هذه كانت خسارة لرئيس ترامب طيب سيد ويدز يعني من المثير لا أدري إذا كان مثير الفكاهة أم لا لكن وصول نائب يعني من برلمان بنسلفانيا للفوز بالترشيح وهو متوفي لم يستطيعوا طبعا إخراج اسمه كان الوقت المتبقي قليل جدا هل هذه سابقة؟ من أنه حدث في التاريخ الأمريكي مثل هذه المسائل غالبا ما نعمل على وضع النتائج مع بعضها البعض ولكن هناك خمسمائة انتخابات تجري مع بعضها البعض ومعظمها على صعيد المحلي ضمن الولايات ويبدو أن البديل في هذه الولاية كان يعد أنه أسوأ أو ربما هذه قد تكون سراتيجية ولأن هذا الشخص كان على القوائم الانتخابية وتوفي رتو أن يختاروا اسمه وذلك لفرض جولة جديدة من الانتخابات لفرض اسم جديد بالتالي لم تطح بعض الصورة بشأن ذلك ولكن نعرف أن النظام الانتخابي الأمريكي قد وضع منذ 200 عام وفي بعض الأحيان قد تحدث بعض الغرائب ونحصل على بعض النتائج المغيرة وفي بعض الأحيان يتم الطعن في هذه المعلومات من واشتر مدير مركز تحليل السياسي في معهد هاتسون سيد ريتشارد ويت شكرا جزيلا لك